مجلس إدارة النادي الأهلي اللي وفر كل شيء في وقت كل الأندية بتعاني وليست الأندية المصرية فقط ولكن الأفريقية والعالمية بتعاني من قلة الموارد بتعاني بتعاني النهاردة النادي الأهلي بيوفر للفرقة زي ما بيقولوا كل ما تريد نادي الأهلي النهاردة مجلس إدارة كابتن محمود الخطيب وحجم الضغوط الرهيبة النهاردة لما جات السورة على كابتن محمود الخطيب في المباراة الحقيقة أنا واحد أشفقت عليه لأنه الضغط العصبي كان رهيب والله أنا أتصور أنه ما كانتش حاسس باللي حوالي هتنقل لتلات مشاهد الحقيقة بعد المباراة ده طبعا المباراة ومش عايزين نقول اللي حصل في الفاينال وأنه دي ما كانتش مباراة كورة والتحكم في الأعصاب والسيطرة على الأعصابك ويه 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 وذكرياتك الأليمة من المباراة السنة اللي فاتت اللي هي كانت مباراة واحدة ما لعبتش مباراة هنا كل الكلام ده كان ليه صيد افكت عليك في المباراة ومع ذلك الولاد بخبراتهم وثقاتهم وبروح النادي الأهلي تخطوا كل ده لأنه ما كانتش مباراة كورة القدم فقط 90% غير كورة القدم و10% كورة القدم فقط وكل الناس عارفة كده وشايفة كده ملع عصبية للضرب للتحامات لغيره لغيره ولكن الحقيقة يعني اللعيبة عملت مباراة يعني فيها سبات فعالي ورجولة وأداء ويمكن الربع ساعة اللي بعد الهدف الحقيقة كان قتال في الملعب وبكل سفوق ما عايزين يحطوا هدف وانت بتدافع باستماتة وروحت مرة واثنين كنت ممكن تجيب هدف هنروح بقى لبقى بعد المباراة تلت مشاهد انا عايز اقف عندهم المشاهد الاود بعد الضغط العصب الحقيقة للفرقة شافيته ومجلس الإدارة اللي كان قاعد فيه المدرجات وضع طبيعي ان انت تخلص المباراة وتبقاش مركز في التفاصيل انت عايز ترتاح عايز تنبسط مش ما قوله هتفكر في التفاصيل ولكن كابتل محمود الخطيب كرجل اسطورة وصاحب طبعا تاريخ كبير ورجل يعني عنده من الخبرات يقدر يتحكم في عصابه ويفكر مزبوط بعد المباراة خد مجلس إدارة كله وذهب الى جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي العظيم اللي طبعا قطع مئات الكيلومترات بل ألاف الكيلومترات عشان يوصل للمغرب ويسند فرقته ويغني فرقته حتى لو عدد قليل ولكن كانوا بمئة ألف واحد في الملعب كان واجب طبعا كابتل خطيب عرف وايقن ذلك واتنقل مع مجلس إدارة طوبيل كامل للجمهور عشان يهنيه مشهد التاني وهو تسليم كابتل حسام غالي كأس البطولة للفريق أو المدليات كرئيس للبعثة هنا كابتل محمود الخطيب احترم يعني اختصاصات كل فرد معاه في مجلس الإدارة النهاردة كابتل محمود الخطيب بيدي لكل فرد في مجلس إدارة دور فالنهاردة دير سالة كابتل محمود الخطيب كان سهلي جدا وهم حدش هيدر يلومه أبدا لو نزل وسلم الكأس وسلم المدليات اللاعبين بالعكس يعني ما كانش حد هيدر يتكلم ده كابتل محمود الخطيب ولكن النهاردة حسام غالي كابتل حسام غالي طبعا كابتل فريق الكبير السابق وأيضا أحد نجمنا بيسلم النهاردة الكأس والمدليات اللاعبين ده مشهد لازم يتوقف عنه مشهد التالت لما الشناوي استلم المدليا جير يسلمها المصطفى شبير هو ده نادي الأهل النهاردة كابتل فريق الشناوي النهاردة مصطفى شبير بالرقاء من اللاعب المباراة الأولى وكان أحد يعني أبرد اللاعبين مش عايزين نقول كان نجم المباراة عشان ما نقولش يعني دور اللاعب الباقيين ولكن النهاردة مصطفى شبير قعد احتياطي كابتل الشناوي خف ورجع روح وتلاحم كبير جدا بالحراس المرمى حاجة ما حصلتش النهاردة كابتل الشناوي بيقل على المدليا ويلبسها لمصطفى شبير كأنها رسالة من الشناوي يا مصطفى انت كان لك دور كبير جدا في البطولة دي ودور كبير في الكأس ده هو ده النادي الأهلي وهي ده المشاهد الحقيقة اللي بتنم على نور النادي الأهلي وما بدءه اللي عمر بحد هقولها لك لازم تفهمها انت وتعرفها الوحدة لو ما فهمتهاش وما عرفتهاش هبقى عندك مشكلة طيب النادي الأهلي الفرحة الشديدة الكبيرة جدا النهاردة بالكأس بالرغم ان احنا درابع دوري أو نهائي افريقيا نوصله على التوالي بالمرة التانية في تاريخنا رابع دوري افريقيا او نهائي بتولة افريقيا على التوالي نوصلها ده برضو ما كانش نتيجة صدفة اكيد شغل اربع سنين مستحيل توصل سنة وتجيب سنتين توصل سنتين وتجيب سنتين ده يعني انما لما النهاردة اربع سنين مع حجم التحديات والبطوطة انت بتلعبها صدقوني ده اكيد مش من نتيجة صدفة لازم نفخر بنادينا نفرح به ده وقت الفرحة وقت الفخر بالنادي لسه عندنا بطولات الموسم ده لسه عندنا بطولات لسه بطولة الدورة محتاجينها وعايزين احنا الاقرب اه وانا متأكد ان الكلام ده اللعيبة حطها في دماغها هنفرح وننبسط ولكن عنين على بطولات وهو ده قدر النادي الاهلي وقدر لعبته وقدر مجلس ادارته انه دايما بيقفل بطولة ويفتح بطولة عشان يعني يلبي طموحات وامال النادي الاهلي وجمهوره اللي احنا الحقيقة بنفخر ان احنا واحد او مشجع او محب لهذا الكيان العظيم اللي احنا لنا الفخر اللي احنا بننتمي اليه